أهلا بحضركم من جديد وعفقر الترند الترند طيب الكل كان بيتابع على مدار أسبوع من أول إحنا يا مطلعنا يوم الثلاث الماضي وقلنا أن هناك اتجاه كبير جدا لحضور الجمهور في مباراة الترجي والأهل يوم السبت 19 يونيو على ملعب ردس وقتها طلعت في نفس التوقيت زي النهاردة من أسبوع وقلت الكلام ده جماعة عبارة عن معلومات مش توقعات لأن الكل كان متوقع أن المباراة بدون جمهور لأنه كان فيه تحذير من لجنة الانضباط لأنه ما فيش جمهور يدخل فيه مباراة الترجي القادم وشرحت وقتها وفي اليوم التالي الإجراء اللي ممكن يتخذ عشان الجمهور يحضر تجنبا للتحذير اللي اتبعت من لجنة الانضباط وكان الترجي مصر وبيحاول قدر إمكان يحضر جمهور في المطش اللي جاي لأنه فيه تحذير قوي لو دخلت أي أعداد دون موافقة السلطات الصحية في تونس ودون موافقة الكاف هتكون فيه مشكلة كبيرة عشان كده الترجي تحرك عشان يكون فيه جمهور فيه مباراة يوم السبت القادم وبالفعل الوقت اللي أنا اتكلمت فيه من الثلاث اللي فات قلت قبل أسبوع بالضبط هيطلع القرار الرسمي وبالفعل النهاردة الثلاث خرج القرار الرسمي ايه القرار الرسمي اللي صدر عشان الناس برضو تبقى فهمة ايه التفاصيل اللي هتحصل في مسألة حضور الجمهور في مباراة الترجي والأهل الكلام الرسمي اللي خرج من تونس حتى هذه اللحظة خمسة آلاف مشجع فقط في ملعب رادس لكن ايه هي الشروط ايه هي الإجراءات أنا بكلمكم بشكل رسم ايه هي الإجراءات وايه هي الشروط حتى هذه اللحظة لم ينتهي الاجتماع لبعض الأطراف المتدخلة هناك في تونس سواء من وزارة الداخلية او وزارة الصحة او وزارة الشباب والرياضة الاجتماع بدأ منذ حوالي الساعة اتناشر الدهر صباحي اليوم لكن حتى هذه اللحظة وقبل ما ابدأ الحلقة بلحظات قليلة ونمتابع مع المسؤولين في تونس مفيش اي قرار رسمي او شروط رسمية او اجراءات رسمية بخصوص دخول الجمهور المعلن فقط خمسة آلاف متفرق لكن اجراءاتهم دخولهم ازاي هيحضروا فين الشروط الواجب توفرها كاجراءات احترازية لدخول الخمسة آلاف حتى هذه اللحظة لم تعلن بشكل رسمي ليه بقول كده؟ لان بعد ما يعلن هذا الامر بشكل رسمي هيتم توجيه خطاب الى الاتحاد الافريقي لقرة القدم بيتم شرح فيه كل الامور المتعلقة بدخول الجمهور خمسة آلاف متفرج وهي النسبة المقررة اللي بيوافع عليها الكاف بالمناسبة لان التراجي كان طلب اتناشر الف وخمسمية الكاف ما بيوافعش الا على عشرة في المية او فيما اقل فبالتالي هيتم ارسال خطاب رسمي بخمسة آلاف مشجع وهيتم ارسال الشروط والاجراءات الاحترازية اللي هيتم اتخاذها من المسؤولين في نادي التراجي مع المسؤولين في الاتحاد التنسي لكي يحضر هذا العدد في ملعب برادس طب هل هذا الكلام هيكون كلام نهائي؟ لا الاتحاد الافريقي له في النهاية سلطة اتخاذ القرار اما بالموافق على هذه الاجراءات وهذه الشروط وهذا العدد او تخفيض هذا العدد او رفض هذا الطلب هي في النهاية سلطة مطلقة للاتحاد الافريقي بيشترط منك في البداية انك تجيب له موافقة السلطات الصحية والموافقة الرسمية من الدولة ثم بعد ذلك الاتحاد الافريقي بيتابع وبيشوف الاجراءات والشروط المرسلة له من الجهات المعنية والجهات الرسمية لكي يتخذ قراره النهائي اذا تراء له ان الاجراءات والشروط ليست مناسبة تبقى للبروتوكول بيتم رفض الطلب اذا لا تراء له ان الشروط والاجراءات خمسة الاف قد يكون العدد زيادة فبيتم تخفيض العدد حدث ده وحصل ده في مباراة سابقة حصل ده مع المريخ السوداني لما كان بيواجه الاهلي كان طالب حوالي عشرة في المية من ساعة ملعب الهلال في ام دورمان لكن الاتحاد الافريقي وافق فقط على الف مشجع ففي النهاية عشان الجمهور يبقى عارف اللي حصل النهاردة الطلب خمس تلاف وتوافق على الطلب الخمس تلاف والاجراءات والشرط لسه يعرفها خلال الساعات اللي جايه في النهاية القرار للاتحاد الافريقي اما بالموافقة على الخمس تلاف لاني يخدوا بالكم النقطة مهمة كمان لو كانت وافق على عدد اكبر من كده ما كانش هيبقى متوفق مع بروتوكول الكورونا اللي بيوافق عليه الاتحاد الافريقي لان الاتحاد الافريقي بيشترط على الاقل النسبة اللي بتخش لا تتعدى نسبة العشرة في المية من ساعة الملعب تبقى الشروط والاجراءات يابقى يوافق عليها